اشتركوا في القناة هنحتاج ان احنا نتعرف على مجموعة من الفرش المستخدمة في الوان الاكريليك وايضا الادوات المستخدمة في هذا الدرس في البداية سريعا هنعرف ان احنا نحتاج لمنديل علشان ننظف في الفرش اللي بنستخدمها معانا بالتة الوان علشان نحط فيها الوان المستخدمة معانا ايضا الوان وهي الوان الاكريليك طبعا منها الوان كتير المهم يكون مكتوب عليها الوان الاكريليك زي ما احنا شايفين. اي نوع ينفع. فيه اشكال زي الانبيب. فيه اشكال تانية منها اللي هي العلب الكبيرة. اه وعندنا بقى النهاردة الفرش بتكون متنوعة. لكن في الاصل ان الفرشة الخاصة بالوان الاكريليك بيكون شعرها ناعم زي ما انتم شايفين كده. وليس خشن. تمام? طيب بالنسبة للانواع دي. طبعا ده النوع الاول منها وهي زي ما احنا شايفين كده اسمها فرش دائرية مدببة. كما هو واضح امامكم. طبعا دي بتستخدم في اه مسلا لما اعمل اه اغصان النباتات. النباتات اللي هي النحيفة قوي بتساعدني فيها. وكذلك التفاصيل الدقيقة في بعض المناظر او بعض اللوحات اللي بنشتغلها. اه بالنسبة للفرش التانية او النوع التاني منها. فهي طبعا الفرش ازا ما احنا شايفين اللي هي المسطحة الفلات. يعني مش دائرية ولا حاجة. ومقصوصة بتكون قصتها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وفيها ايضا احجام زي ما انتم شايفين. تمام? طيب دي بنستخدمها في ايه? بنستخدمها دايما في الخلفيات. حسب المساحة. لو المساحة صغيرة بستخدم دي. لو المساحة كبيرة ممكن استخدم دي. لا طبعا استخدامات اخرى. لو انا مسلا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بلاش نستعجل? وهنشوف مع بعض ان شاء طيب هنا الفرش اللي احنا شايفينها دي هي بين الفرش الدائرية المدببة والفلات المسطحة. اللي هي الفرش البيضوية. لو تلاحظون شايفين عاملة زي من فوق. لا هي دائرية ولا هي ايه? ولا هي آآ مقصوصة عدل. تمام? دي اسمها فرش بيضوية. وطبعا برضو منها احجام زي ما احنا شايفين. بالنسبة للفرش اللي هي دي اللي هي الفن او المروحة. آآ بينها برضو انواع وزي ما انتم شايفين شكلها كده وبرضو شعرها ناعم لانها بتستخدم فيها الالوان المائية. وهنشوف استخدماتها برضو مع بعض. في فرشة زي دي كده مشطوفة يعني ايه مشطوفة يعني مقصوصة بميل. برضو منها احجام وبرضو لها استخدامات. معانا كل الفرش دي مجموعة كاملة? اقول لك لا طبعا. كفاية بس ان يكون معك ايه? من كل نوع فرشة واحدة. وحجمها يكون طبعا تبع المساحة اللي انت ايه هتشتغلوا عليها. تمام? طيب انا خدت دلوقتي جزء من الالوان زي ما انتم شايفين اوه. طبعا الالوان دي يا ولاد بتكون مزتها انها لها قيمة لونية. يعني ايه? يعني بيكون الوانها قوية جدا. واضحة وزهية. وكمان بتعمل طبقة على نفسها بعد ما بتجف. فلزلك بتساعدنا ان احنا ممكن نطبع بيها على القماش وعمل بيها على الخشب نرسم بيها. وعلى اشياء كتير جدا بعدين ما بتخرج تاني. خلاص? طيب هل هنستخدم اللون مباشرة ونشتغل بيه هنا على الورقة? لا طبعا. اه بالمناسبة احنا ممكن نشتغل على ورق او ممكن نشتغل على وطبعا اصل الالوان احنا نشتغل على الكنفس. اه اما الورق لو حابتكم اشتغلوا وترسموا على ورق لازم تجيب ورق. اه ما يقلش تخنته عن اه ميتين وخمسين جرام. يعني ميتين وخمسين تلتمية بيكون كويس جدا بيستحمل اللون ما بيعملش التوقات في الورقة. هل استخدم اللون كده مباشرة? هيساعدني ان انا الون به ولو عندي مساحة كبيرة ولا هيجف زي ما احنا شايفين كده معي. شايفين اللون عمل ايه? بدأ اللون يتقل وميمشيش معي كويس على الورقة وبيغطيش كامل الورقة. طيب ايه السبب? السبب ان احنا استخدمنا مباشرة من البلتة دي. والمفروض ان احنا يكون معانا اه وسيط. يعني ايه وسيط? وسيط يعني بيحل اللون نحل باللون وندوبه علشان يكون اكثر سهولة في التلوين. طب الوسيط الخاص بيه الوان الاكريلك بيكون ايه? بتكون المية. اه. معي طبعا كاسة كده فيها دايما مية موجودة. علشان اشتغل منها او ازود اللون او ان انا اغسل الفرش لو حبيه تغير من اللون للون اخر. طيب تعالوا مع بعض ناخد او زي ما انتم شايفين. وانزل هنا ايه? في البلتة. او لو كانوا معكم مسلا علبة صغيرة بتنزل باحكام اكتر يكون افضل. وبعدين بنبدأ نقلب اللون. طبعا حطيت كمية بسيطة لان اللون عندي بسيط مش كتير. هشوف كده لحد ما حس ان الايه? اللون اتزبط معي اهو. هبدأ بها طبعا اشتغل. لو جبنا الورقة دي دلوقت. هنلاقي ان الموضوع اختلف معنا تماما. وبدأ الايه? اللون يمشي معي بسهولة. ويغطي كامل المساحة زي ما احنا شايفين اوه. واضح كده? طيب لو حبينا نزود المية اكتر على اللون او غلطنا والمية زادت جدا على اللون اكتر من اللازم. ايه اللي هيحصل? هل هيكون في ضرر? هنشوف مع بعض. باصبح خفيف جدا معايا. حتى الورقة باينة من تحته. تمام? كده اصبح اللون زي الالوان المائية. مش زي الوان الاكريليك اللي بتكون قوية واضحة. وبعد طبعا ما نخلص لازم نغسل كده الفرشة بشويش كده في المية ونطلعها ايه? ننشفها في المنديل بنفس الشكل ده بالاتجاه ده. تمام? طيب يلا مع بعض نشوف الفرشة اللي هي النحيفة جدا دي استخدمها في ايه? وانا هنستخدمها مسلا في عمل الاغصان الخاصة بالنباتات. انا طبعا جهزت هنا اللون اللي اقدر بنفس الطريقة اللي عملتها في اللون البرتقالي. وهبدأ هنا هو اعمل ايه? امشي بالفرشة النحيفة. علشان اقدل ايه? الخط الرفيع جدا اللي انتو شايفينه دوت. تمام? وابدأ نفس الشيء جنبها. اخد فرع تاني. بشكل اسرع. هنهي بروفها خالص. وهكذا في كل ايه? في كل مرة. على راحة ايدك. شوفوا انتو يعني ايديكم ترتاح في ايه? في الرسم. وتستخدموا الاتجاه اللي يريح ايديكم. طبعا ملاحظين ان هنا ايه? الفرشة اخطوتها كلها. رفيعة زي ما انتو شايفين. اصبح عندي ايه? افرع النباتات النحيفة. موجودة عندي بكل سهولة باستخدام الفرشة اللي هي الايه? النحيفة جدا دي. اللي هي المدببة الدائرية. ده استخدمها. الفرشة اللي هي البيضوية. هنعمل بها الوقت ايه? اوراق طويلة شوية. وهنا استخدمها في العمل دوت. هبدأ مسلا نعمل ورقة من هنا. فخلي عرض الفرشة موجود كده اوه. وجعدين ايه? اسحبه. اللي بالراحة خالص زي ما انتو شايفين كده. على نحافة خالص. اه. طب عايز اعمل ورقة اكبر هنا مسلا وليكن او اضغط شوية كده بالعرض. ولف الفرشة وانا بشتغل. بحيس تدي معي الايه? الرفع دوت في النهاية. تاني. اه. هعمل ورقة هنا كده. اضغط كده اوه. على الفرشة بعرضها كامل. وبعدين الف الفرشة بايدي وانا بشتغل بحيس تديني الايه? جزء المدبب دوت. شوفوا بطرفها. طرف الفرشة نفسه. طيب عايز اعمل ارفع شوية خلاص اضغط بالراحة شوية او اجيب الايه? الفرشة الاقل في السمك. عايز اعمل ورقة اكبر اضغط واختف ايدي كده. خلاص? وهكزا. تمام? خاص بكده انا عملت الايه? الفرع بتاعي والاوراق الخاصة بيه. وابدأ بقى ايه? اشتغل زي ما انا عايز. عايز مسلا اكبر دي شوية. عادي. اعملها تاني اهو. على حسب بقى رؤية ايه? للنبات اللي انا بشتغل عليه. واضح? طيب لو محتاجين نعمل آآ السماء. نعملها ازاي? هنجهز طبعا النون الازرق واللون الابيض. ونبدأ بالفرشة شايفين? الفرشة اللي هي المسطحة. واللي مقصوصة بشكل عدل. هبدأ اخد اللون. تمام? وهنزل في الجزء الخاص بالايه? بالسماء. الوان جميلة جدا. كويسة جدا. تخافوش منها خالص. وعلى فكرة ممكن نبقى نبلي الورقة نفسها بالمية على خفيف علشان اللون كمان يبقى كويس وسلس معايا. طبعا بعد كده اخد بيه حاجة خفيفة كده بسن الفرشة. اللون الابيض. وابدأ اعمل بيه السماوي. وادمجه معه. اللون الخاص بالسماء. الشكل ده كده اللي احنا شايفينه. وارجع تاني في اليون الابيض. عايز اخفف اكتر ابيض. اعمل كده. وهكزا. واضح? طبعا السماء اي تطشط فيها بتبينها وتبقى شكلها كويس جدا. وبتبقى سهلة على اللي بيعمل الغيوم والاشياء دي. اصبح عندي السماء جاهزة. وابدأ اكمل المنظر بتاعي. احبتي تابعونا في الجزء التاني من الراس بالوان الاكريل.